ممكن نقول عليها المعادلة أو المشكلة اللي احنا يعني بنعاني منها ان احنا بنبقى عاوزين طول الوقت عادينا عليهم عاوزين طول الوقت نرأبهم ناخد بالنا منهم لكن الطفل بقى بيكون شايف ان كده أبوه أمه يعني خنق لي بيخنقه هو معظم الوقت عاوز يعمل كل اللي بيحبه حتى لو كان غلط أو يعني فيه شوية تجاوزات يعني هو عايز ينبسط فاحنا عايزين نعمل المعادلة يعني نسيبه ينبسط وإحنا عاينينا عليه وفي نفس الوقت ما نحس الشن مخنوق دكتور إيهاب عيد أهلا بحضرتك حمد لله السلام أهلا بك الله عليه وسلمك حمد لله السلام من حق الأسرة نحن صيف جدا علشان البطاريات الشحن اللي فيها ده طول السنة اللي لازم يعاني شحنها تاني وتفريغها كده طيب احنا بقى وانت في المصيف وولادك كده ربنا يباريك لك فيهم معاك عينك كت عليهم ازاي حلو عجب يعني هو أنا عايز أقول يعني عجبتني برضو جدا دايما نقدم الحقيقة بتبقى فيها كده احتراف شوية حقيقي يعني والسارد التاريخي لازاي الموبايلات والدنيا يعني احنا عايشنا الحالات دي كلها فعلا مش كانوا يرفعوا ليك السماعة وانت بتتكلم الحمد لله بس هسأل قوضة التانية ما كانش فيها عدة تانية لا ممكن عندنا عدة تانية كان لازاي طرق يعني اعرف هزوك كويس هو الفكرة ايه انه السؤال الاول هل الملاحظة للابناء جائزة ولا واجبة ولا مفروضة ولا 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 طبعا هي مهمة جدا وزي ما لقاية القرآنية ان السمع والبصرة والفؤادة كل اولئك كان عنه مسؤولة احنا مسؤولين مسؤولين عن ولادنا يعني مش العملية تجيب عائل كل ام هتجيب طفل صغير هتهمله او تعتمد على مامتها او من الاول ما هو صغير لحد ما يكبر اه تبقى ام انا انا في رأيه تقيم في في عداد وإطار المهملة شوية اه واول حد بلاحظ الحكاية الدكتور الاطفال لما يحس انه في مش عارف من تحت تسلخات ايه انت ما بتخذيش بالك يا ماما فاخد بالي دي معناها الاحظ الاحظ يعني انا بص اسمع اشم ريحة حاجة غريبة في الطفل من صغر وهكذا حد ما نكبر الملاحظة فن ملاحظة علم تقالف فيه كتب وكتب مش ملاحظة لها الامنية لا ملاحظة في التربية في الاطفال كتب كتب اجنبية عن الملاحظة ودائما عندنا في الطب قنول الدكتور الشاطر الدكتور بيلاحظ كويس يقدر يطلع كويس والام الشاطرة بالقياس بقى والاب الشاطر هو اب يقدر فعلا يلحظ من على بعد ان ابنه متغير ان ابنته مش طبيعية انه الولد ده حزين باستمرار مكتئبة مش عارف ايه منخها مشغول شوية بتفكر في حاجة على طول مش معانا مركزة كل دي ساينز او علامات تدول على انه الطفل يدعاء مش في طبيعته ياما متاخد من قبل حد ياما في حاجة وليه احنا لازم نبصل يعني انت عندك مخدرات عندك اصحاب سوء صحيح طبعا ستين مشكلة فقصة انهم كانوا هاميروا ايهالينا يعني كانوا هيتطلر فعلا يفتحوا هيراقبني ازاي النهاردة يعني المراهبات برضو لها طرق تانية ابتداء بقى من الكاميرات انا مش مطالب ان انا عامل قوي ده كده زي ما انت قلت هو الشعر اللي بتفصل بين الملاحظة والتجسس شعر انا مش عايزة تجسس وانهينا عن التجسس برضو والمراهق مش من حقك يعني انت بيقولك حتى بعض الدول اجنبي في الكتب بيقولك ايه يعني استأذن المراهق اللي هو شكله حاجة دي كده وتعالى خده يعني وعايز تفتح دولابه وعايز تفتح درجه ممكن نفتح مع بعض الدرج نبص بهدوء فاذا في حتى اداب للملاحظة يعني فيه امهات تقولك بعد ما ابني نام او بنتي تنام افتح الموبايل اشوف رسائله لا انا انا مش من رأي ده ده كويس الحتة دينك فتحتها دوعة انا انا مدرستي او طبيعتي او تربيتي او المنهج اللي انا بنتهجه ما بيني وما بين زوجتي ما بينه وبين اولادي وشايفه انه ماشي كويس جدا مع كل الناس انا ما بفتحش موبايل مراتي مراتي بفتحش موبايل بصراحة الا لو انا عايز افرجع حاجة واتس اوب صور واتفر ونفس الشي في الاولاد بس الولاد حاجة تاريخ نحتأو الولاد يعني بمعنى انا النهاردة عايز افتح موبايل ابني يعني نحترم الخصوصية شوية ممكن نبصها ايه وبرده بلاش كده هات الموبايل اواخد انا منك الموبايل صحيح ده انا في قصص كتير شفتها كشف لي عن مشاكل والقب اكتشف مشكلة لما لاحظ الموبايل بس مش دي الطريقة ما تشرخش الدنيا عشان توصل للحقيقة وبعد ما توصل لها بازت العلاقة بينك وبرده نقدر نوصل ودينه مساحة يمسح اللي هو عايزه يا ستي قاله اه طب انا عارف ايه بقى لا ما انت بصي اقولك حاجة لا ما انت بصي انا مؤمن بحاجة ما تزنقنيش في ركن وما يتقفل عليها النور والماء والهوى كطفل كابني كزو كزو لو انت حريص على مستقبل زي القلاق اللي عايز يقتل حد بقى يزنقه ما يخللوش اي دليل لكن سيب لي مساحة اطلع منه خلق معنا بشر برضو هيغلط واحنا غلطنا وكلنا بشر فهو يعني ايه ممنوع يتنفس شوية فاديله فرصة عشان هو يعرف ان بس مجرد شعور الابنة او الابنة بانه هو ملاحظ او مراقب بس بدرجة خفيفة اوي لعلمك ده بديله شعور بالامان وفيها لزة لكن الغتاة بقى اللي انت قلت عليها او الخنقة اه ان انا بقى فين وزي زي 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 من الزوجة مع زوجها جيت منين رحت فين او العكس وبردو في زوج يعني السنس الشعراء اللي بتفصل ما بين ما يجب ان يكون ويبقى فيه زوج كده وجانتلاف في التعامل وما بين انه الموضوع يتحول الى احنا قاعدين في في مركز شرطة شعر بارتو ام دينا